في النشرة الاقتصادية رعت شركة طيران الخليج إحدى أهم الورش التي تنظمها شركة جوجل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وذلك ضمن فعاليات معرض جيتكس 2015 وقد رعت طيران الخليج ورشة مختبر جوجل الأبداعي والتي تعد الأكبر والأهم للتقنية والابتكار والتي تركز على المستخدم عبر تطوير نماذج أولية مبتكرة بهدف تلبية احتياجاته هذا واتفقت شركة جوجل وطيران الخليج على توسيع شركتهما من أجل تعزيز وتطوير الخدمات التي تقدمها النقلة الوطنية لمسافرها إضافة إلى ذلك وقعت الشركة على اتفاقية لرعاية تحدي الهكاثون الذي يوفر فرصة مميزة لمطوري البرامج على مستوى منطقة الشرق الأوسط ومن جانب آخر حصدت طيران الخليج على جائزتين من جوائز مجلة أخبار الكمبيوتر العربية حيث حصل المدير التنفيذي لتقنية المعلومات الدكتور جاسم حجي على جائزة أفضل مدير تنفيذي للعامة بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع ضمن فئة أفضل مشاريع الضيافة والسياحة لهذا العامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر